مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها يارب السلام عالم الزلازل الهولندي يؤكد أن الأسبوع الأول من مارس سيكون حريجا كتف علم الزلازل الهولندي فرانك هوغر بيتس من نشاطه وظهوره في الأوينة الأخيرة على مواقع بات الفيديو ومواقع تواصل الاجتماعي بعدما تحقق توقعه بخصوص الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا قبل حوالي أسبوعين فبدأ يظهر للعام كمنجم أكثر منه كخبير زلازل يعلن عن توقعاته عن طريق دراسات علمية محضى آخر كلامه كان عن أنشطات زلزالية بين 25 و 26 فبراير الجاري محدرا أيضا من الأسبوع الأول من شهر مارس واصفا إياه بأنه سيكون حريجا عبر تغريدة له بحساب الهيئة الجيولوجية على تويتر للإشارة فقد ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات طاجكستان بعد منتصف ليلة أمس بتوقيت جرينيتش على عمق 10 كم